ترأست مساء أمس الأمينة العامة للاتحاد العالمي للمرأة المسلمة مكتب شات البتول زكريا اللقاء الذي شهد وصول دكتورة ابتسام علي عيسى عضو مؤسس للاتحاد العالمي للمرأة المسلمة وذلك بحضور عمدة بلدية نمينة مريم جمع عباد حيث ناقش الأعضاء العديد من القضايا المهمة تقرير رمى جبريل أنجني احتراما لأجندة برنامج الاتحاد العالمي للمرأة المسلمة جاءت زيارة رئيسة الاتحاد الدكتورة ابتسام علي عيسى إلى العاصمة الجمينة بحدث الالتقاء مع الأمينة العامة للاتحاد العالمي للمرأة المسلمة فاريشاد البتول زكريا وكان ذلك بحضور أدد من أعضاء المكتبة وفي هذه الأسنى قالت البتول زكريا إن هذا الاستماع سيسمح للأضاء بتناول مختلف الملفات المهمة التي تلعب دورا فائلا في عملية تعزيز قدرات الاتحاد لتوسيئة دائرته من ناهيتها الدكتورة ابتسام علي عيسى القادمة من السودان قدمت نصايح وإرشادات مفيدة إلى جميل أضاء أوصي نفسي وإياكم بتقول الله سبحانه وتعالى وبيخلاص في عملنا وأداء رسالتنا كما يحب ربنا ويرضاه أوصي نفسي وإياكم أن نحسن الإخاء والتصادق بين البلدين الشقيقين كما حصد الحاضرين إلى الإخلاص في العمل والتواصل لأنها تعتبر من الطرق الأمثل من أهم الآليات التي يرتكز عليها الاتحاد ليبقى هذا اللقاء ذكرى لا تنسى ختمة المناسبة بمأدبة قداء وتقديم بعض من الحدايا لأدد من الشخصيات البارزة